من أنتوا؟ تكلموا من أنتوا؟ من أنت من أنت؟ من أنت من ريمة؟ هكذا تبدو مدينة عدن في هذه الأثناء مصيرك يعتمد على إجابة سؤال من أين أنت؟ هؤلاء عمال من أبناء محافظات شمالية قام جنود تابعون للحزام الأمني بإيقافهم عن أعمالهم بالقوة قبل أن يقوموا بطردهم من عدن إلى خارج حدود ما يسمونه الجنوب العربي جاءت حادثة استهداف معسكر الجلا وسط مدينة عدن لتمثل فرصة لبعض القوى لتأجيج الكراهية والعنف في المدينة التي يتحكم بها هؤلاء كميليشيات منفلتة لا تحتكم لقانون ولا تكترث للعواقب لم يكن هؤلاء سوى بائع خضار أو عمال البناء يعيلون أسرهم لكنهم وجدوا أنفسهم ضحايا حرب وحسابات ضيقة وصرع إقليمي وسيتوجب عليهم دفع ثماني دانب لم يقترفوه أصلا الرئيس الذي يقيم في الرياض منذ نحو خمس سنوات قال إنه وجه الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بإيقاف هذه الممارسات وضبط المتورطين لكن الجميع بات يدرك أن الرجل لم يعد صاحب سلطة على الأرض وأن تلك التوجيهات لا أثر لها في الواقع حتى رئيس الوزراء ووزير داخليته ومحافظ عدن الذين يقيمون في المدينة ذاتها ليسوا أصحاب قرار فعلي بعد أن نزعت أبو ظبي أنيابهم وتركتهم ضيوفا في قصر معاشيق ليبقوا شماعة يعلق عليها فشل المتحكمين فعليا بالمدينة في إعادة تطبيع الحياة داخلها تأتي أعمال الفوضى والعنف المناطقي هذه بعد حادثتين هزت العاصمة المؤقتة عدن وأثبتت فشل الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية وبدت المدينة مكشوفة لخصومها رغم مرور أربع سنوات على تحريرها وسيطرة أبو ظبي والرياض عليها أمنيا وعسكريا مراقبون يرون أن هذه الممارسات تهدف لإلهاء الرأي العام عما يعتقد أنه اختراق أمني وفشل كبير أدى إلى مقتل نحو خمسين عسكريا وجرح العشرات وهروبا من استحقاقات تساؤلات ساكني المدينة عن جد واستمرار الصراع داخل عدن وتجاهل توفير احتياجات الحياة والأمر